أسعد الله وقاتكم مع عزيزينا المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في هذا التقرير من منطقة غور المزرعة في الأغوار الجنوبية هذه المنطقة والتي تعتبر سلة الخضار ليس لمحافظة الكراكولة لأبناء الأغوار بس للمملكة الأوردينية لهاشمية هذه المنطقة حباه الله يعني منطقة غورية وفيها العديد من الخيرات العديد من الخضار العديد من الانتاج ومع الشمس الحارقة والجباه السمر إلا أنهم أنزرعوا في مزارعهم وذلك من أجل أسباب كثيرة للعيش ولتأمين أطفالهم لتأمين أسرهم إضافة ذلك إلى رفض السوق وتحسين الاقتصاد في الأردن هذه المزارع يعني كما نشاهدها على مساحات كبيرة إلا أن المزارعين في هذه المنطقة أصبحت أوضاعهم تتراجع بشكل كبير خلال الخمس أو أكثر من خمس سنوات الأخيرة بسبب ضعف التصدير بسبب نزول الأسعار أسباب كثيرة وعديدة ذكرها المزارعين يسعدنا أن نسلط الضوء على هذه المشاكل التي تواجه هذا القطاع المهم في هذا الوطن ليقصوا لنا حكايات وحكايات أدت بهم إلى هذا الوضع الذي هم عليه حاليا الله يرطيك العافية سيدي الله عافية اللي اتعرف عليك محمد بركاء الخنازري حياك الله يا سيدي مزارع أنت في الأغوار مزارع نعم في الأغوار الجنوبية غير المزارع غير المزارع يريت يا سيدي تحكي لنا عن رحلة الزراعة اللي مارستها أنت كيف شايف الأوضاع سواء كانت تجارية هل هناك مردود ما هي أهم المشاكل أو أغلب المشاكل التي تواجهها كمزارع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أهلا وسهلا بإخواننا الحقيقة الدولية وبهذا خلينا نقول التصليط الضوء الإعلامي على واقع الزراعي في غور المزارع وهو جزء ليتجزأ من لواء الأغوار الجنوبية محافظة الكرك حقيقة منذ سنوات عديدة وما زال المزارع الأردني وخصوصا في لواء الأغوار الجنوبية في منطقة لواء غور الصافي يعاني من وطأة الدين الذي وقع عليه نتيجة الخسائر المتراكمة التي وقعت على كاهل المزارع في هذا اللواء حقيقة هناك مزارعين مطالبين للتنفيذ القضايا بسبب سوء التصدير حيث أنه لا توجد هناك سياسي حكومي موحد وصادقة حتى تنهض من مستوى المزارع الأردني والله لسه احنا بتأمل خير أنه ما يحصل عندنا خسائر يعني ما يحصل يعني بدك تحول تغطي السنوات السابقة يعني لسه احنا بداية الموسم إذا الحكومة يعني مشت بأمورنا وحسنت أمور التصدير ومشت إن شاء الله خير يعني بتفعلوا خير تجدوه طيب سيدي بدي أسألك كان سول الكلفة التشغيلية وكلفة العمال كذا حتى يتطلع البندورة زيك شو الشغلات اللي بتحتاجها أنت من مياه من مبيدات من كذا كذا ومور جدا ثانية والله فيه عندنا مصاريف عالي يعني ارتفع المواد الزراعية يعني قبل شهر كنا اشتري كرتونة الفصولية بثمانين دينار من عشرين يوم ارتفعوا ضريبة ستعاش بالمية صارت مية وخمس دينار كرتونة الفصولية وهذا عبا على المزارع يعني وكلفة صولية بربعين قرش طيب لما تقول لك كلفة صولية بربعين قرش بينما المستالك بأخذها من المحلات يعني ما يقارب أكثر من دينار الوانصف طيب وين بتروح هاي يعني المبلغ ما بين المزارع يعني كله بروح للكميسيون وللتجار الجملة ولأمور زيها المستفيد بيها التاجر مش الكميسيون الكميسيون الواسطة بين المزارع والتاجر التاجر بيستفيد وبيع الكيلو دينار وربع من الموقع الموقع المستهلك يا سيدي الله يطيك العافية نشوف يطيك العافية حجي السلام ورحمة الله نتعرف عليك يا سيدي عدرونا احنا جمعناك في منطقة وسط جميع المزارعين المحيطين فينا حتى نقدر تتحدثوا وتشجعوا بعض في الحديث بدنا تحكي لنا عن وضعك ديونك خسائرك منذ متى وانت بتزرع الأرض وشو يا وضعي والله وضعي سيع من مرة ديقول واش ديقول لك ديون علي فوق 30 ألف والبندورة ميجايبة كله كله عندنا منتهي من مرة يعني شو ديقول لك يعني مثل ما قالوا الشباب ولا ايش الزابط عندنا طيب انت بما انك مزارع قديم شو بتعزي السبب يعطيني أسباب خلينا نوصلها للمسؤولين لأصحاب القرار انت وصلها من خلال حديثك معي وصل الرسالة إلى المسؤولين إلى وزير الزراعة إلى أصحاب القرار يعني الحديثي لك يا أخي أنا السبب ديقول لك شغل وحدي حس الدولي عاد المواخذي وهذا كلام عادي يعني الدولي محددة اسم الليتر الديزل والكاز والهذا معروف طب ليش مثلا ما تحدد هذا البندورة تطلع من هون بندورة مثلا يا مزارع بندورتك اليوم طالعة بسعر كذا معروفة انها بسعر كذا أنا طلعها من هون على أمل انه البندورة تروح بالسوق بدينار لما تفاجع الصباح هنا ب30 جرش أنا شو بصير بي أغلبنا النصراء على المسجفة جلطات من وراء الزوالف هاي ليش ما تحددها مثلا الدولي تحدد الخضراء لو حددت الدولي هل التاجر يعني برد على هيك أوامر لأنه لأنه أول أمس يعني الدولي حددت سعر البطاطا بنصف دينار بينما لا يزال ثمانين وخمسة ثبانين عند التاجر لا يا حبيبي لما تحدد لما تحدد مثلا بكس مندورة بدينار معروفة ان المزارع طالعة من هون عليها بدينار يعني عنده أمل انها تجيب بثمانين سبعين كرش أما لما زمهم هون هنا بقول والله بجوز الله يعلم جيب لي نيرا نصنيرا لما تفاجأ الصبح هنا ثلاثين كرش يعني خليها مثل لترات ديزل مثل البنزين مثل جرت الغاز عمر نزلت عسل بدانين جرت الغاز عمرها منزلت طب لاش هذا ما سير زي مثلا مش سلعة هاي سلعة المواطن هذه سلعة ما بش يعني ما عندنا إلا زراعة لا عندنا بترول لا سمح الله ولا عندنا هذا ولا ذاك أولا أنا بقول أهل وسهلا فيكم في الأغوار الجنوبي غير المزرعة بالتحديد ثانيا بالنسبة للزراعة أصبحت كاهل كاهل جدا جدا على عاتق المواطنين في الأغوار الجنوبي علما بأنه جميع المواطنين يعتاشون على الزراعة والوضع الزراعة الآن سيء سيء للغاية بالنسبة للإسعار وبالنسبة للتصدير وأقول لك لجميع أي شيء تعلق بالزراعة فإحنا يا سيدي بن ناشد أولا جلالة الملك الله يطول في عمره ينظر لينا بعين العطف والرحمة لعدة أسباب السبب الأول تراكم الديون يعني بشكل لا يطاق الأمر الثاني أصبحنا مطاردين من قبل الجهات القضائية من أجل الديون يعني واحد بطلع من عمان من الكرك على العمان ما بنظن والدوري يوقف فورا دق عليه ومن عليه اسم يعني أقول لك حتى نسانا أصبح من وراء الزراعة مطلوبات للتنفيذ القضائي لا تعليق على ما قاله المواطنين والمزارعين نكتفي بما قالوه شكرا لكم وكان معكم للحقيقة الدولية من غور المزرعة عبد الحميد المعايطة شكرا لكم شكرا لكم